اخر فيديو نزلته عن جالوف وور من اسبوع تقريبا قلت لكم ان كريتوس ليك كوميكس بيتكلم عن فترة مهمة جدا في حياته الفترة دي اللي كانت ما بين مصر وما بين النورس وقلت ان هحكي لكم الكوميكس ده بالتفصيل قدام شوية فالنهاردة هشرح لكم الكوميكس بالتفصيل وكمان هحط لكم رابط الكوميكس في الوصف تحت عشان يعني لو حبيت تقرأ الكوميكس بنفسك وتعيش التجربة الجميلة ديا فاتحمل الكوميكس وتقرأ مع نفسك خصصا لو كنت من محبين الكراءة زيه بس بداية ما تنساش تصلي على النبي عليه وافضل الصلاة والسلام متوحد الله لا اله الا الله يلا نبدأ الفيديو طبعا كلنا عرفنا ان كريتوس بعد احداث الاثريك وقتل جميع الملوك اللي هناك ساب العلم ده وطريقه وقعه في مصر وما عادش في مصر فترة كبيرة لانه كان في اشد تعاسته بالوقت دو وشاف انه ممكن يدخل في حروب وصراعات من تاني بس مع قالها اخرى من عالم تاني واللي هو مصر المهم لو حابب تعرف قصة الكوميكس الخاص بمصر هتلاقي الفيديو بالايفون على اليمين او الشمال خلينا بقى نربط الاحداث ما بين الكوميكس اللي احكيه النهاردة وما بين احداث مصر واحداث النورسي كمان بنهاية الكوميكس بتاع مصر فيه انك اله اسمه تحط ده اله الحكمة بالحضارة الفرعونية قال كريتوس ساعتها انك انهيت مصيرك بمصر خلاص واني اتمنى لك الحظ الجيد لانك اتحتاجه في اللي جيد وبعدها قام كريتوس ومشي وفيدل يقول كله يأس زي ان انا محاصر داخل عالم ظلامي وعليا اللعنة حتى وصولي للجحيم نفسه وفيدل يمشي في ارض الله ما يعرفش هو رايح فين اصلا ويظهر على كلامه انه كان بيمشي بسط الرياح يعني يعني تجيبه شمال تجيبه يمين هو ماشي ولا بيه ولا عليه لحد ما بطريقة ما مش معروفة وصل للاراضي اللي سكننا فيها وده هيجبنا للكوميكس بتاعنا بتاع النهاردة بيظهر كريتوس وسط الغابة وباين عليه ملامح الكبر بيقول نفسه كريتوس كل يوم بخرج للغابة بحثا عن تحدي ولكن دائما هناك تحدي واحد فقط يقصد الزئاب بيقابلهم كريتوس بمنتهى الهدوء وبيقول هي دي الطريقة الوحيدة لاختبار نفسي فجأة بنلاقيه بالبيت مع زوجته في اللي بتسأله ايه هو التحدي اللي قابلته النهاردة يا كريتوس اكيد دب لانك مصاب بشكل خطير بيقول لها لا كانت مجرد زئاب عادية وبعدها بيكلمنا احنا وبيقول لنا انها فاكراني ببحث كل يوم بالغابة عن تحدي من اجل القتال ما تعرفش اني بسببهم هم اللي يقتلوني اشارة منه ان ده سبب اصابته يعني انه سيبلهم نفسه تماما والسبب هو سيطرته على غضبه عشان تصدقوني لما قلتلكم ان مجني اكتر حد استفز كريتوس وخلاه يطلع الغضب اللي جواه لانه استعرض قوته عليه وكريتوس هنا بيثبت النظرية دي انه هو اي حد بيستعرض عليه كوه ضخمة جدا بيظهر الوحش اللي جواه فعشان كده بيحاول يتحكم فيه خليني بقى اكمل لك كلام كريتوس بيقول لك والسبب هو سيطرته على غضبه مش غضبه هو اللي يسيطر علي بعدها بنشوفه قصاد الزئاب في تحدي جديد وبيقول اني بسيب الزئاب تهجيم وتعمل كل اللي هي عاوزها لحد ما تتعب وتوقف هجوم خالص في اللحظة دي بحسس نفسي اني قدرت سيطر على غضبه خلاص ولكن فجأة بيلاقي ثلاثة من الترولز بيهجموا عليه ولكن بيحاول بشتى الطرق انه يهرب الزئاب ديان ويوقف الترولز ديان عند حدودها في الوقت ده كريتوس قالهم انا مش عاوز احاربكم ولكن طبعا ولا فهموا كريتوس ولا تقبلوا خضوعه طلبا للسلام بل هجموا عليه وحاولوا كمان يقتلوه ساعتها كريتوس قال انا ما قصدتش القتال دوا لكن يعتبر ده افضل اختبار لنفسي وهل انا فعلا صح قادر سيطر على غضبي ولا لا وطبعا بيفضل يصد في ضربهم زي الزئاب بالزبط بس طبعا كالعادة بيظهر بالبيت فجأة وما بنعرفش حصل معاه ايه فلامح كريتوس كان قبلها زي حزنة على نفسه وهو بيقول انا فشلت وبيظهر فجأة اتريس وهو بيسأل ابوه بيقوله كسبت التحدي النهاردة ولكن بيظهر اوى على كريتوس قد ايه هو مش طايق اتريس وبيقوله اسكت انت مش فاهم اي حاجة انا فشلت النهاردة على رغم اني قتلتهم كلهم الا اني خسرت قدام نفسي خسرت سيطرتي على غضبي وللاسف كالعادة غضبي هو اللي سيطر علي لاننا بنشوف بعد كده ان الترولز دولا كريتوس دمرهم حرفيا وبعدها بنخش على الشابتر التاني وكريتوس كالعادة بيطلع للغابة بحسن عن تحدي ولكن المرة دي بيلاقي دب عملاق جدا بيهجي مع الرجل عجوز فبيسأل نفسه معقولة ده هو التحدي اللي بدور عليه لكن بيتراجع وبيقول لا انا لازم انامشي من هنا حالا كده كده الرجل العجوز ده مايهمنيش في شيء وهيموت هيموت لكن فجأة كريتوس بيحس ان غضبه بدأ يولع فيه من جوه وكأنه شطان عاوز يخرب مبقاش حتى قادر يتمالك اعصابه هل مثلا بسبب صرخات الرجل العجوز دوا ام بسبب صوت الدب العملاق جعل من كريتوس غضب وكأن كريتوس ما بيحبش يشوف ولا يسمع ان فيه شخص اقوى منه في الحتة دي هستنى اعرف رأيكم فيها لكن رأيي انا انه سعب عليه الرجل العجوز دوا فطلع الغضب اللي جواه ورجع تاني للدب دوا وشاله من على الرجل العجوز دوا لحد ما قصر فك ونصين وقال له للجحيم انت زاهب وبيبص وراه هو بينهج من كتر الغضب لقى الرجل العجوز بيلفز انفاسه الاخيرة راح كريتوس قال في اللحظة دين قال لعنة فالتذهبوا انتم من الاتنين للجحيم وهنا قال كريتوس كلمة جميلة جدا وهي لقد قصار استعطافي هذا الرجل العجوز دي يعني سعب عليه وده معناه انه فعلا رجع له لانه سعب عليه فعلا وبيرجع البيت كريتوس وبيسأل اتريس عن امه هل رجعت من برا ولا لا لكن ما كانش يعرف ان فيه تلاتة بيتطبعوه طوال الطريق لحد بيته اول ما شافهم قال لهم نفس اللي قاله البالدر طبعا بيتكلموا نور دي وهو مش بيفهم كلامهم خالص لكن اتريس قال له هو بيقولك انت قتلت اخوهم النهاردة وهم جايين عشان ينتقموا منا رد كريتوس وقال لهم انا ما قتلتش اخو حد النهاردة اللي قتلته كان وحش فقد عقله تماما ولكن لو عاوزين فايت فانا جاهز وفجأة تحول منهم اتنين لضبابة ضخمين جدا وهاجموا على كريتوس وطبعا بيخلص الفصل التاني فاخد لك استراحة لو عايز تشرب اي حاجة او تعمل اي حاجة بتعالى بقى نخش على الفصل التالت بنشوف كريتوس وبيواجههم في قتال عظيم وبيحاول بشتى الطرق انه يحاربهم وفي نفس الوقت يحمي ابنه اتريوس اللي كان في الوقت ضعيف جدا ومش فاهم اي حاجة طبعا خلص عليهم كريتوس وشافق اخوهم التالت عمال يتكلم من بعيد وهو في منتهى الغضب قال له ساعتها اتريوس ده بيقولك انك تسببت في اراكة دم اخواته النهاردة وانه هيرجع لك تاني ومعه العشيرة بتاعته بالكامل كريتوس قاله مفيش الكلام ده لانه هيموت النهاردة تعال معايا طبعا كريتوس في اللحظة دي كان خايف جدا لانه حاس بغضب وجوه زي الشيطان بيغلي وقال ساعتها اني لازم نلاقي الراجل دون ووقفه عن اللي ناوي يعمله حتى لو هقتله وده لانه فعلا كان خايف بسبب انه بقى عنده اسرة وخايف يحصل لهم نفس الشيء اللي حصل معاه بالاغريك اتريوس ساعتها بيقوله اني استنى ممكن فالا العرافة تعرف مكانهم فين وقاله ان انا اعتقد ان انا فاكر مكانها فين لاني رحت مع عمي مرة عندها ساعتها كريتوس بيقوله دي فكرة حلوة جدا يلا بينا طبعا اتريوس في الوقت دون كان سعيد جدا لان معاملته كانت بالوقت دا سيئة جدا وسطحية لابعد الحدود المو بيروحوا للكوخ الخاص بالعرافة دي وبيدخلوا عندها فبتقوله خش يا كريتوس انت مرحب بك هنا فبيستغرب انها عرفاة فبتقوله انها تعرفه كويس جدا وتعرف كمان اشياء تانية اعظم بكتير من اللي هو متخيلها زي انه قاتل الالهة وانه جهة عندها سعيا للشخصيات المتحولة للديبابل طبعا بيخاف جدا كريتوس لانها عرفة ماضية وبالوقت دا ما كانش عاوز اتريوس يعرف عنه اي شيء لكن للأسف بيخلص الشابتر التالت وفاضل الشابتر الرابع والاخير طبعا بيبدأ الشابتر الرابع والعرفة وهي بتتكلم مع كريتوس في امور كتير جدا لحد ما بتقوله شخصيات اللي بتبحث عنهم دول يعرفوا باسم البرسيركرز وكل قواتهم دي بيستمدوها من ارواح الحيوانات وعبادتهم لشيء اسمه التوتم وقالت له انهم اقوياء جدا لكن شفت بالنار مستقبلهم البرسيركرز عددهم بيقل جدا يا كريتوس مع مرور الزمن وقريب جدا هيخطفوا تماما من على ظهر الارض كلها تقصد ان شبح سبارتا هينهي عليهم كلهم كريتوس قال لها يعني التوتم دوان هو مصدر قوتهم قالت له ان التوتم دوان هو مهم جدا بالنسبالهم لكنه مش المصدر بتاعهم لان غضبهم هو المصدر بتاع قوتهم وان غضبهم دوان هو اكبر نقطة ضعف اليوم لانه بيحاول منهم اقوية جدا ولكن بيحاول منهم كمان عديم الحكمة واغبية في اختياراتهم وانت اكتر واحد فهم قصدي يا كريتوس كريتوس طبعا اتعصب منها لكنه خلاها تكمل كلامها لانهم من الاخر كده كان كلامها كله صح وطبعا سألها فين مكانهم والاله بتاعهم دوان الاقيه فين عشان ادمره اللي هو يسمى بالتوتم قالت له لازم اعمل توكوس وهعرفك مكانهم قبل شروق الشمس بس لازم تعرف ان فيه مقابل لكل دوان وهتعرفه في وقته طبعا تلعي السنة مع اتريوس بره اتريوس ساعته قال له ابا انت مش خايف على امي الشخصيات دي ممكن يرجع تاني لبيت واحنا مش موجودين هناك وطبعا انت فهم ما يعمله ايه رد كريتوس وقال له اسمع ياط اعمل اللي بقولك عليه وانت ساكن اشارة يعني ان فيه تقوم بحضارك هاملة لوحدها دي فيه يا عمي تلعت لهم العرفة بعدها بشوية وقالت لهم ان مكانهم يا كريتوس على بعد يوم من هنا نحية الشمال سألهم توتم معاهم قالت له ساعتها ايوة ولازم ان تدمروا اول ما تعمل كده مش هيتحولوا لهيئتهم المتوحشة التانية وساعتها تقدر تتعامل معاهم كبني ادمين يعني بس الاهم انك انت اللي تتعامل معاهم كبني ادم مش قاله بيحرق الغضب قال لها كريتوس اسمعي يا وليه انتي انا بحارب بطريقة الخاصة وهتفضل دي طريقتي على طول اما انت ياض فمش هتيجي معايا انت هتفضل هنا لحد ما ارجع كان عنيفة او بكريتوس ساعتها بس هو كان عنده حكمة للشيء دوان عشان ما يتعرضش لأي خطر وبعدها راح في رحلته عبر الجبال يوم كامل بحثا عنهم لحد ما وصلهم ودخل وسطهم وهم نايمين وفيدل يفكر مع نفسه اخلص عليهم وهم نايمين ولا ممكن يسحوا وفجأة احارب اكتر من دب ولا قسر التوتم وقفيتهم وهم على هذا الحال لحد طبعا ما واحد منهم سحي وشافه وفيدل يسوف فيه كريتوس ساعتها قال له اسكت وهسيبكم تعيشوا ولكن لازم اضمر التوتم دو ولكن فات الاوان لان كلهم سحي وتحولوا له دبابة عملاقة وبدأ يسيطر عليه غضبه وحاربهم كلهم مع بعض وهو عمال يقتل فيهم فجأة افتكر كلام العجوزة وانها عندها حق وقال ساعتها لنفسه انا لو حاربتهم بترائتهم هبقى وحش زيهم انا اللي هقصر قدام نفسي لازما اجردهم من قوتهم دي نواتعامل معاهم كانسان عادي حكيم يتعامل مع بني قدمين عادي لاني مش وحش خسر طبعا التوتم ساعتها وكلهم تحولوا لهيئتهم الانسانية وساعتها قال لهم انتم متعاملتم معايا بعنف وحاولتم كمان اختراق حرمت بيتي بس الكلام ده مش يحصل تاني ولكن للأسف خرج من البيت وبيقول لنفسه كنت ممكن اسيبهم يعيشوا لك لكن شيطان الغضب سيطر علي تماما وعلى الجانب الاخر اللي عرفها بصحبة اتريوس بتقول له خد السكين دي يا اتريوس واعتقد انها السكينة اللي زهرت بجزء 2018 على اني انا ناسي الصراحة وقالت له ساعتها تذكر اللحظة دي كويس يا اتريوس لانك في يوم من الايام هتكون اقوى مما تتخيل قالت له مفيش وقت للشرح لانه وصل خلاص وفجأة دخل عليهم اخر شخص من شخصيات البرسيركرز وللأسف قتلها طبعا كان كريتوس لسه واصل عندهم واول ما وصل لأ البرسيركرز دوان واقف قدام ابنه ولأ عجوزة مرمية على الارض تملا كل غضب ساعتها وفعلا كريتوس قصر له رقابته ساعتها وجري على العجوزة وقال لها انت ما شفتش الشيء ده قادم يقصد هنا عن رؤيتها للمستقبل وانها ما توقعتش قدوم الشخص دوان وقت لها لكنها كانت عارفة وقالت له ساعتها اني قلت لك ان فيه ثمن مقابل خدمتي وانك هتعرفه في وقته المحدد طبعا كان كريتوس عايز يعرف السمن مقابل خدمتها دي قالت له ان انت تحرقني لان انتوا عارفين ان هي عندهم اصول ان اللي يموت يحرقوا جثمانه وده الثمن اللي هي كانت طلبه من كريتوس ان هي بعد ما تموت يحرق جثمانها زي ما حرق جثمان فيه قال لها حاضر وكان بين عليه الحزن جدا وقالت له كمان ان انت بكده خلصت على اخر واحد من البرسيركرز وبكده فاضل شخص اخر يا كريتوس لازم ان تخلبه وهو انت وغضبك يا كريتوس وبعدها بيحرقها زي ما طلبت منه وبياخد اتريوس وبيرجع تاني بيته بس ده كان الكوميكس المفقود اللي ما حكتهوش خالص بالقناة طبعا يا جماعة الكوميكس ده بيربط مبين احداث مصر ومبين احداث النورس ولكن مش بشكل كامل لان فيه فترة فيه ماتت فيها ولكن انا شايف ان هي ماتت بموتة طبيعية الا لو الشركة لها رأي تاني طبعا الكوميكس ده واني خليني اسألكم ثلاث اسئلة اول سؤال مين هو اخو البرسيركرز اللي قتى لو كريتوس وخلاهم يترضوه هل هو العجوز اللي هجم عليه الدب ولا هو الدب بنفسه وتاني سؤال تفتكر العرافة هي جدة انجربودا ولا مجرد عرافة اسمها فالا لان لو خدت بالك نفس ملامحها هي ملامح جدة انجربودا وعلاقة العرافة بالعملاقة فيه قوية جدا ومليئة بالويد فتفتكر هي فعلا ولا لا تالت سؤال تفتكر بما ان فيه بتشوف المستقبل اكملناها عملاقة يعني ليه ما كانش ليها تواجد بالكوميكس هنا بقوة مع كريتوس مع انها لسه عايشة وعاوز اقولك انها لو كانت عايشة اصلا بجزء 2018 كانت هتكون معانا خلال الرحلة كلها فانا عايز رأيكم بتلت اسئلة دولا وبس اتمنى بجد يكون الفيديو عجبكم السلام